أولا الحراس كان ليهم دور كبير جدا في حفظ التراس والهوية وكان دورهم دور معجزي جدا فمن هم؟ أهلا بكم في حلقة جدا من حكاوي التية مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال النهاردة هنتكلم معاكم عن الدور المهم والقوي للحراس الهوية حراس الهوية دول قدروا بسبب حفظهم للألحان أن هم يسلموها من جيل لجيل ويحفظوها عبر الأجيال فكان دورهم معجزي ومهم جدا لأن الألحان دي ما تكتبتش لكن كانت بتتسلم بالزبط من جيل لجيل والناس دي اتشهرت بأسماء زي المعلم أو العريف أو كبير المرتلين أو رئيس المرتلين الناس دي كان أغلبيتهم من كفيف البصر وفكرة كفيف البصر دي ترجع للمصر القديم لأن بعض المغنيين عند المصر القديم أو عازف الألات كان من مكفوف البصر لأن مكفوف البصر عندهم حساسية عالية نحية الموسيقى ونحية السماع الموسيقي والحفظ فكانوا بيعوضوا فقد البصر اللي عندهم عن طريق الموسيقى فالكنيسة أخذت الفكرة دي من بعض المغنيين أو عازف الألات من المصر القديم وبدأت تخلي الناس دي ليهم مكانة في الكنيسة وعطتهم أن هم يحفظوا الألحان ويسلموها من جيل لجيل وتعالوا مع بعض نبدأ نتعرف على دور المعلم في الكنيسة ودور العريف هنشوفوا أن هو اتسمى بالمعلم لأن كان ليه دوره مهم جدا فيه تعليم أولاد الكنيسة وتسلمهم للألحان هو هتفتكر أن هو دوره اقتصر بس أن هو يسلم الألحان لا لكان هم فيه كتاب جنب الكنيسة الكتاب ده كان ليه دوره مهم جدا كان بيعلم الناس الألحان ويحفظهم الألحان يحفظهم المزامير يعلمهم قرية الكتاب المقدس وكمان كان ليه دور مهم جدا الكتاب والمعلم أن هو يعلمهم الحساب والكتتيب القبطية كان دورها مؤثر جدا خصوصا في مسألة الحساب لأن كانوا بيطلع أولاد شطرين جدا ومتميزين جدا في الحساب وكانوا بيخرجوا ليهم مراكز مهمة في الدولة بسبب أن هم بيعرفوا ويحسبوا والدولة كانت مهتمة قوي أن في حد يعرف يمسك حسابتها ودي كانت نقطة قوية جدا والكتتيب دي يعني لقيها طلقت المعلم إبراهيم الجهري والمعلم جرجس الجهري أخوه كمان المعلم غالي كمان العريف أو المعلم في الكنيسة كان ممكن يروح للبيوت ويعلم الناس الإراية ويعلم النساء الإراية وكان دوره مهم جدا ومؤثر جدا لكن هليه إن إحنا سميناه بالعريف لأنه هو عارف عارف الطقس وعارف الألحان وعارف مواسم الكنيسة وهو يعتبر دايرة المعارف الكنسية اللي كان عنده اطلاع ومعرفة بحاجات كتير جدا خلي بالكم إن كلمة أغنستس اللي هي الردبة التانية معناها العارف أو الذي يعرف أو اللي هو بيعرف الناس بس دي كانت مختلفة شوية عارفين ليه؟ بدأ في الكرن التاني المسيحية تنتشر في مصر كلها والكتاب المقدس سواء العهد الأدين أو الإنجيل بعد كده اتكتب باللغة اليونانية ولما بدأت المسيحية تنتشر في مصر كان الناس محتاجين يقروا الإنجيل ويعرفوا الإنجيل فظهرت ردبة الأغنستس اللي هو بدأ يعرف اللي هو يعمل عملية ترجمة فورية يقرأ النص باليوناني ويبدأ يترجم للناس باللغة الإبتية وقته هو بيقرأ فمن هنا ظهرت ردبة الأغنستس أي العارف اللي هو بيترجم للناس إيه الإنجيل بتاعنا نرجع معاكم تاني لقصة المعلم هلاقي إن ما نسمعش حاجة عن المعلم أو يبدأ سيت المعلمين يختفي أو ما يبنش قوي لحد منتصف القرن 19-2850 لما يجي البابا كرولوس الرابع أبو الأصلاح ويبدأ يعمل نهضة في الكنيسة ويبدأ يهتم بالعريف ويهتم إن في أجيال في الكنيسة تتعلم حفظ الألحان وتسلمها جيل بعد جيل وبدأ البابا كرولوس يهتم بالردبة دي جدا وكمان يهتم إن هو يخليها زي معين وزي مخصص لهم عشان يشجع الشباب إن هي تحفظ الألحان يكون لهم دور في الكنيسة وكمان يرسمهم بردبة في الكنيسة قبل كده زمان المعلم ما كانش بياخد ردبة في الكنيسة كان بيتصلى عليه صلاة معينة ويتم تعيينهم موظف في الكنيسة لكن ما كانش بياخد رتب من رتب الكهنود الشمامسة بتوع المسبح بس لكن لما جيل بابا كرولوس بدأ يعمل موضوع الردبة عشان يشجع الشباب إن هم يعفظوا أكتر واختار من ضمنهم واحد اسمه المعلم تكلة لقى حفظ الألحان كويس جدا فأخدوا عينه مرتل الكنيسة وكمان طلب منه إن هو يلف البلاد شرق وغرب عشان يسمع الألحان الصح ما الغلط ويعتمد الألحان الصح وبعد كده المعلم تكلة يكون لي دور إن هو يسلم من موهبين الكنيسة يسلمهم كل الألحان الكنسية وكان من ضمنهم المعلم أرمانيوس وكمان المعلم قزمان وبعد كده يشترك مع الأستاذ الكبير عريان جرجس مفتاح في وضع كتاب اسمه خدمة الشماسة 1859 ملاديا وده كان أول مرة يتحط أو أول مرة يتطبع في الكنيسة وخلي بالكم الأستاذ عريان جرجس مفتاح كان من أعظم مدرسين اللغة الإبتية في المدرسة الإكليريكية لقي إن المعلم تكلة اللي بعد كده قالكم مستكلة وضع بعض الألحان الكنسية وأضاف بعض الألحان الرومية وهو كان لي دور مهم جدا في الكنيسة وبكنا نكون خلصنا معاكم حلقة النهاردة وشوفنا دور المعلم ودور العريف في حفظ الهوية وحفظ التراس أتمنى إن الحلقة دي تكون عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معنا هنا في القناة واتفعلوا الجرس عشان حكوي إبتية كل ما تكبر كل ما تقدر تديكم معلومات أكتر وتديكم جودة أكتر في السورة وستنونا في حلقة جديدة ومع السلام